السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف. كنتمنى تكونوا باحسل احوال وفصحة جيدة وانتم ما تشاهدوا هذا الفيديو. سنشارك معكم فطيرة المقلات بدون خميرة سهلة وسريعة التحضير والمكونات ديلها جد بسيطة وكجيل ديدة. نزوم مباشرة نشوفوا المكونات والطريقة للتحضير. بالنسبة للمكونات ديل العجين غادي نحتاجو جوج كؤوس من الدقيق الابيض ونصف كأس من دقيق القمح الصلبة واللي كنسميه الفينو. ملعقة صغيرة من السكر حبيبات ملعقة صغيرة من البلح وجوج ملاعق كبيرة ديل الحليب مجفف. بالنسبة للحليب مجفف اللي متوفر عندها دير جوج ملاعق كبيرة واللي ما متوفرش عندها تعجل العجين بكأس من الحليب. غادي نزيد نضيف جوج ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. غادي نسم العجين بالقليل من الزيتر اللي كيبقى اختياري. اللي كيعجبها المدق ديل والضيفو. ولي ما كيعجبهاش تقدر انها تستغنى عليه. غادي نعجل العجين بالماء. انا هنا استعملت الماء بدرجة حرارة الغرفة. مسخنتوا موالو. وبالنسبة اللي بنات اللي ما عندهم مش الحليب مجفف. غادي تعجنوا هناي العجين ديلكم بكأس من الحليب. الشكل ديال العجين هو هذا. من اللي جمعتها دين لكها غير واحد شوية. باش نتأكد انه جميع المكونات من ساجمة. والقوام ديالها كتكونها كعجين اللي يرتبة. غادي ناخد العجين ديالي غادي ندهنها بالقليل من زيت الزيتون. ونحطها في البول ونغطيها بالبلاستيك الغذائي. ونخليها ترتاح بالماء والجد الحشوة. وغادي ندوزوا دبا باش غادي نحضروا الحشوة. اللي المكوين ديالها جد بسيط. واكيد انهم توفر في كل بيت. اللي هو بطاطا. خديد جوج حبات كبار ديال البطاطا. نقيتهم وغسلتهم تابيت الحال. وقطعتهم مكعبات. باش تسلق بالذربة. ومليت سلقات صفيتها. وهي ما زالة صخونة خدمتها بحالك. كيف ما كتعرفوا بطاطا ملي كتبرد كتولي قاسحة. زدت ضفت ليها القليل ديال الفلفل الاسود القليل من الملح. طبعية حال الملح كيبقى على حسب الضوء. وزدت ليها واحد الحبة متوسطة ديال البصل. شلتها رقيقة. ودرتها في المقلاة. مع شوية ديال الزيتون. مع شوية ديال الزيتون. وشوية ديال الملحة. وشحرتها حتى نزلت. وزدت لها بطاطا. وشوية ديال المعدنوس. اللي مقطع الرقيق. سوف يدب الحشوة خليتها جانبا. مع بطاطا مازالة صخونة. سوف نخليها تبرد. ورجعت للعجيل. تشوفوا معي القوام ديالها كيفاش دير. عجيل للطباق. وما كاتلتها ساقش في اليدين. هنا غادي نقسمها. أنا غادي ندير جوج فطائر بحجم كبير. او لجوج خبزات. انتم إلا بغيتوا تديروهم بحجم صغير. قسموها على ستة. غادي جوكم ستة الحبات. الحجم ديالهم صغير. هو هذا. أنا فضلت أنا ندير جوج كبار. في شكل جوج كورات. وغادي نغطيهم هكا بمنديل. ضروري كنغطيو العجين. باش ما كاتشكلش هذيك القشرة من الفوق اللي قاطحها. وغادي نخلي هذيك العجين دبا جانبا. وغادي نرجع البطاطا. كتكون هكا بردات. غادي نضيف لي هدابا جبن مبشور. أي جبن متوفر عندكم. ديروا الكيمية اللي كتناسبكم. وغادي نخلط ضروري. مضيفوا الجبن. حتى تبرد بطاطا. حتى تبرد بطاطا تماما. عضيفوا الجبن. وغادي نقسمها على جوج. مع أنا قسمت العجين على جوج كورات. غادي نقسم جوج فطائر. حتى بطاطا قسمتها على جوج. غادي تديروا فطائر صغار. وقسمتوا العجين ديالكم على ستة. حتى هذيك بطاطا تقسموها على ستة. من الأول كتقسموها على ستة ديال الحزس. باش هذوق الفطائر كلهم كتجي فيهم. نفس الكيمية ديال الحجوة. وكا نرجع دبا العجين. باش غادي نبدأ نبسطها. ناخد كورة منه. ونبسطها فوق سطح العمل. باستعمال المدلك. وضروري. نرجع سطح العمل بالقليل من الدقيق الأبيض. باش تبسط لي بكل سهولة. وما تلسقش في سطح العمل. بسطتها هكا بهد الحجم. ودابة في الوسط. غادي نحط الحشوة. اللي هي بتاتا. اللي وجدنا من قبل. وغادي نبدأ. نجمع الأطراف. ما اللي غادي نبغوا نشكلها على شكل كورة. كنجمعوه غير هذوق الجوانب. ما نجمعوش العجين بزاف. باش من اللي نبستوها ونطيبوها. ما تجينش من الوسط العجينة. بزاف وعمرة. اللي جمعوه دوكل أطراف. من جناب. وطلعوهم الفوق بحل شي سريرة. ودغطوا عليهم مزيان. حتى تتأكدوا. انهم تسدوا مزيان. ان الكورة ديالكم تسدات مزيان. وما تجمعوش العجين بزاف. إلا جمعتوا العجين بزاف. كتجيكم في الوسط. الوسط ديال الفاطيرة. كتجيكم فيها العجينة بزاف. وما كتجي شزوينة. ديما الفطائر بهاك اللي عامرين. جمعوه غير الأطراف. يكونوا غير شوية. جمعوه من الفوق بحل شي سريرة. ودغطوا عليهم مزيان. حتى تتأكدوا انها تسدات. من اللي سديتهم بجوش. هنا اخديت واحدة. وبسطتها بهذا الشكل هذا. بقيتوا تبسطوها بالمثلك. بقيتوا تبسطوها غير بيدكم. را كتبسط بكل سهولة. راجوني انا هكا جوش حبات اللي كبار. سافيدة بعمل اللي بسطها. غادي اندهلي هالوجه ديالها. بشوية ديال زبدة اللي دايبة. وفي هذا الوقت هدي. انا حط المقلة باش غادي تسخن. وغادي نهزها بهذا الشكل هذا. بكل سهولة. ونحطها مباشرة في المقلة. اللي سخونة من قبل. كنحط الوجه اللي دهنت بالزبدة. هو اللي نحط على المقلة. وندهنها احتمل الفوق بالزبدة. ومن اللي كتبالي يهكرا هات حمرات. من اللي تحت نقلبها. كتشوفوا معايرة غادي تبدأ تنفخ. وخما فيها لخميرة. لوالو. كتنفخ وكتجي صراحة الليدة. واخره المكونات ديالها بسيتة بزاف. كيجيو إلداد. ومن اللي كتتتحمر من الجهاتين. سفيك نحيدها. بنفس الشكل غادي نطيب حتى الفطيرة التانية. بسطها. ندهلي هالوجه ديالها بالزبدة اللي دايبة. ونحطها في المقلة. بنسبة للنار. تكون متوسطة. ما تجهدوش عليهم البوطة. باش كيطيبو على خطرهم. وجوم حمرين وطايبين. مزيان. صراحة هاد الوصفة. كتوجد بسرعة. ما كتاخدش وقت نهائيا. هدي تشوفوا معي كيفاش هكا كيتنفخوا. وسبق لي وشاركت معاكم. تقريبا بحال هاد الفطائر. حتى هما بهاد الشكل. وهما بحشوة ديال اللحم مفروم. حتى هما كيجيو الداد بزافي لو بغيتوا تجربوهم. ومليك تتحمر الفطائرة من الجهتين. سفي غادي نحيدة من المقلة. وغادي تشوفوا معي الشكل ديالها كيفاش غادي تجي. انا غادي نقطعها. باش نوريكم حتى من الداخل. بالنسبة للعجيرها كتجي خفيفة. الحشوة الديدة. والحشوة كتجي موزعة على الفطائرة. كلها بالتساوي. غادي تلقاوا الحشوة في الوسط. في الجوانب كلها. موزعة بالتساوي. وفي الوسط ما كيناش العجين نهائيا. كيف ما قلت لكم. اللي تبغي تسدوا الفطائرة ديالكم. ردوا البال غير لهاتيك العجين. متجمعاش في الوسط بزاف. باش ما تجيكمش العجينة في الوسط. والشكل ديالهم هو هذا. كنت منها ان شاء الله انكم تجربوهم. وينالوا الاعجاب ديالكم. ويلا اعجبكم الفيديو. ما تنسوش انكم تشجعوني بلايك وتعليق. فخليت لكم الهنا وراح للبال.